خلي أبدأ بشجاعة الأول الشجاعة دي المسرحية بتاعتك شجاعة لأن من هنا حبتدي وارجع بحلب الشهداء وحلب دي مدينة حلب الشهداء لكن أنا أقول أكتبها بحلب الشهداء شجاعة دي المسرحية اللي أنت مفروض تبدأ خلال أي أيام المفروض أنه إحنا عندنا لازم نكون بنعمل جنرالات الفترة دي شجاعة اللي هي نص طبعا لمخرج محمد عمر هو عمله عن نص لبرخت وعايز أقولك أن أنا على قوة العمل يا لميس بقولك يا لميس طبعا مع احتفاظي بقولين يا رغدة لأننا نعرف بعض من سنين يا رغدة من أيام ما كنت لسه كنا صحفيين مع بعض فالنص طبعا عمله هو عمله برؤية ومنظور ما يتطابق النهاردة ويتوائم ويتوافق مع ما يحدث في المنطقة العربية باللغة العمية فإحنا عاملين تراجيديا أو تقدري تقولي قربي من الكوميديا السوداء النص طبعا للهيئة يعني تتبع وزارة الثقافة أنا مش عايزة أخش في ما يحدث لكن قادر أقولك بقى بقى وسعين أن أنا بقالي على قوة العمل ده حتقولي لي أنت أيوبة على قوة العمل ده بقالي بالزبط مش الشتة اللي فات الشتة اللي قابلين شفت أنت قلت إيه؟ كتير قوي آه كتير ما سأليش أنا اسألي الهيئة اسألي المنظومة التي تتبع أو تتبع وزارة الثقافة اسأليهم هم وصلتوا لإيه طيب هل أنتوا وصلين لها تفتحوا إمتى أو آه مفروض جنرال إن شاء الله بكرة حنفتح مبارح حنفتح مبارح ولا يوم تغيرتوا الحقيقة ولا يوم حصلت ظروف كثيرة جدا اعتذارات عن تكريم في الجزائر عن تكريم عن لجان تحكيم في قرطاج عن تكريم مش عارفة فين تكريمات تعنيلي مش تكريمات على المستوى الفني لا على المستوى المواقف يعني الأخرى آه بنتي عملتلها عملية أنا عملت عملية أبو العيال أعملت له أسطرة روحت أنا فاكرة قلت لك أنا بأجيلك عشان وكنت بأخلص العملية واروح للمسرح لم أتغيب يوم يوم واتحداه وفضع مين معاك في المسرح معايا القدير حاليا محمود الجندي محمد عمر أنا طبعا بشكره طبعا على صبره هو كمان ومحمد عمر كان عمل شغل القومي وأما قريت النص مش الشتة ده الشتة اللي قبل يعني مش شتة اللي فات الشتة اللي قابلية وفقت على النص لسبب واحد لسبب واحد وأقدر أقول السبب التاني الملحق بيه أو اللي هو أنه أولا العمل آه الأم الشجاعة يتحدث تماما عما يحدث لنا النهاردة إزاي من خلالي يعني النهاردة كنت بتقدمي بتقولي لا إحنا مش عارفين الحقيقة الصراع بين من والحقيقة تائها بما معناها يعني صحيح هكذا أنا أتحدث من مع من من ضد من حرب دولية حرب إقليمية ميليشيا بتاعت مين ميليشيا بتاعت مين تجار الدين تجار المذاهب كل ده في قالب واحد من خلال كوميديا سوداء والأم شجاعة كان كتبها برخت في 1800 وحاجة لكن محمد عمر المخرج عمل لها زي ما بقولك تمصير أو تعريب لما يحدث المنطقة العربية ومنقوله في الآخر لو فضلنا كده حبيبي هذا حيبق حالنا لا زمان لا مكان لا نتحدث عن مذهب مع مذهب عندنا المذهب الأول والتاني والتالي والعشرين يعني عارفة هي حالة هو ده وقتها فموقع ده السبب اللي خلالي أشتغلها وأستحمل وأصبر وأصبر على الهيئة اللي هي ماسكها طبعا زماية أعزائي على قلبي لهم فتوح أحمد وأشرف لكن هي المنظومة كلها محتاجة أنت عارفة أن أنا مش من الشتاء بقولك اللي فات الشتاء اللي قابلي وأنا على قيد الحياة معهم يعني إن شاء الله ربنا أديك الصحة والتأمين ربنا أنتعنا بالسلامة وأنتعكم بالسلامة يا رغدا